ونروح لسعود القحطاني أيضا نقول مساء الخير يا سعود مساء الخير يا عبدالله اليوم مش عندنا يا سعود من أخبار الله أحيك سعود اليوم سعود أكيد في بعض الأخبار الخاصة يعني عن رعاية الشباب وعن بعض الدور في تأهيل الشباب المرحلة الجاية إن شاء الله بل فعل نستعرض الأخبار مع بعض تفضل الخبر الأول رعاية الشباب والخطوات القادمة يعقد اليوم اجتماع بين الإعلاميين ومسوبي رعاية الشباب سيتم الكشف عن البيوت الشباب الجديدة التي تتمتع بطراز مختلف وعصري أيضا سيتم عرض التصاميم وأخذ رأي الحضور حولها البيوت العصرية ستطلق هذا العام في الدماء وجدة والطائف أما بالنسبة لخبرنا الثاني مشاهدين الكرام الخبر الضمانات المالية تعطل التسعين مليون كان من المفترض صرف قرضية الهلال والنصر خلال الفترة السابقة يعود هذا التأخير إلى طلب البنك ضمانات أكثر تتعلق في كيفية السداد وتوقيته أيضا رعاية الشباب ينتهي دورها بضمان الهلال والنصر لدى البنك قرض الهلال 40 مليون ريال وقرض النصر 50 مليون ريال أما بالنسبة لخبرنا الثالث والأخير في المشاهدين الكرام الخبر الزمالك يشكو الأهلي للفيفا قررت إدارة الزمالك تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكورة القدم ضد الأهلي بسبب عدم صدادة القصط الأخير من صفقة عبد الشافي والبالغ مليون وثلاثمائة ألف دولار يبدو أن إدارة الزمالك اتخذت هذه الخطوة بعد تعاقد الأهلي مع ماركينيو وسادات مستحقاته أعلن الأهلي مؤخرا عن استقالة أبو داود من منصبه مرجحا ذلك إلى ظروف خاصة نهاية الأخبار زميلي عبدالله عودة إليك والضيوف الخرام الله يعطيك العافية شكرا لك سعود